في الختام دكتور غسان كخادم للإنجيل شو هي نصيحتك للمشاهدين المعرفة تنمي الشخصية الإيمانية وقراءة الكتاب المقدس يوميا كغذاء روحي لنا لأن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان فعندما نقبل على كلمة الراب ونقرأها يوميا تزودنا بالغذاء الذي ينمي الناحية الروحية في حياتنا فنصبح شخصيات متزنة لأنه إنني أرى أن الإنسان يربي نفسه ويغذي نفسه ماديا في الجسد يأكل وينمي الفكر بواسطة القراءة ولكن نرغب أن ننمي الروح بواسطة كلمة الراب فيكون هناك انسجام في الشخصية البشرية والإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر